من حكم الهجرة الإلهية التي جعلها الله عز وجل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أول هجرة أول حكمة هي الفرار بالدين إذا ضيق الدين في مكان جعله الله في مكان آخر إن أرضي واسعة والله عز وجل يعني حث على الهجرة وجعل لها أيضا أفضلية يعني حتى في الإمامة في الصلاة أولا أقرأهم لكتاب الله صحيح بعدها أعلمهم بالسنة نعم بعدين أقدمهم هجرة إذن موضوع الهجرة ليس أمرا سهلا لذلك كان حدث عظيم جعل الفاروق عمر رضي الله عنه يجعله تأريخ العرب منذ ذلك اليوم